في عام 2001 قامت عائلة جليزر الأمريكية بالاستحواذ على نادي منشستر يونايتد الإنجليزي والملقب بنادي الشياطين الحمر مقابل مليار دولار لكن مؤخرا قررت العائلة الأمريكية بيع النادي وهو الأمر الذي أثار شهية الاستحواذ عليه ووفقا لتقارير لرويترز النادي الآن في مفاوضات لبيع الحصة مع المستثمر القطري جاسم بن حمد الثاني المنافسة تحتدم بين جاسم بن حمد الثاني والملياردير البريطاني جيم راتيكليف لكن وفقا لرويترز فإنه الآن من غير المسموح للنادي بالتفاوض مع أي مزايد أو مستثمر سوى الملياردير أو رجل الأعمال جاسم بن حمد الثاني إذن جاسم بن حمد الثاني قدم عرضا يعادل ستة مليارات دولار وفي حال تمام الصفقة فستكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة ويذكر أن راتيكليف أيضا قدم عرضا منافسا هذه الستة مليارات دولار هي أكثر من عشر مرات من الإيرادات السنوية لنادي منشستر يونايتد وأعلى من القيمة السوقية للنادي والبالغة أربعة مليارات دولار نادي الشياطين الحمر له تاريخ عريق وفاز بقرابة عشرين مرة بدوري الإنجليزي الممتاز ويذكر أنه في عام 2022 تم الاستحواذ على تشلسي بنحو ثلاثة مليارات دولار وهو أعلى بنحو ستة مرات من إيرادات النادي الأخيرة ترجمة نانسي قنقر